بعد سنوات من العمل المتواصل تنجز وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرحلة الأولى من مشروع الترميز البردي المشروع الذي يرسخ الهوية الفلسطينية الرقمية عملت عليه الوزارة منذ سنوات مع عدد من الشركة إلى أن تم اعتماده من الاتحاد البردي العالمي ودخل حيز التنفيذ في بداية العام الجاري الترميز البردي هو عبارة عن رمز يتكون من مجموعة من الحروف والأرقام يتم استخدامه كجزء من العنوان البريدية للمساعدة على تحديد عنوان مستلم الرسالة حيث تشير تلك الرموز إلى منطقة جغرافية محددة أو منشآت محددة يمكن معرفتها من خلال رمزها البريدية يساهم ذلك في رفع جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات كالبريد الفلسطيني والدفاع المدني والشرطة وخدمات الطوارئ والإسعاف والخدمات اللوجستية والشركات وغيرها من القطاعات لتقدم هذه القطاعات خدماتها للجماهير من خلال موقعهم الجغرافي الذي يعتمد على الرمز البريدية بعد دخول المشروع حيز التنفيذ أصبح بإمكانك الآن أن تتعرف على رمزك البريدي الخاص توجه إلى الموقع الإلكتروني التالي في أيقونة الموقع بإمكانك الوصول إلى رمزك البريدي الخاص حسب موقعك الجغرافية الذي تتواجد فيه من خلال الضغط على المبنى الخاص بك ليظهر لك رمزك البريدي الذي يتكون من سبعة أرقام يسبقها حرف بي الذي يشير إلى دولة فلسطين وفي الخانة الثالثة على يمين الشاشة تستطيع إدخال اسم محافظاتك أو مدينتك أو بلدتك أو تجمعك السكانية إمكانك الاسترشاد بعدها من خلال خرائط دقيقة تغطي محافظات الوطن على منزلك أو مكان عملك أما إذا كان المبنى الخاص فيك قيد الإنشاء وغير منجز فيه الرمز البريدي يمكنك الضغط والحصول على الرمز البريدي للمنطقة اضغط مرة واحدة على المكان المحدد لتحصل على رمز يتكون من ثلاثة أرقام يدل على المنطقة البريدية بعد حصولك على هذه الأرقام لابد أنك تسألت ماذا تعني؟ فحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية فإنها تعني الآتي الحرف الأول حرف بي الذي يشير إلى دولة فلسطين الرقم الأول يعني محافظة أو مجموعة محافظات الرقم الثاني يشير إلى القطاع البريدي داخل المحافظة الرقم الثالث يشير إلى المنطقة البريدية الصغرى فيما تحمل الأرقام الأربعة الباقية نقطة التسليم النهائية بما يشير إلى رقم المبنى بإمكانك الآن أن تحصل على رمزك البريدي حسب ما تم التوضيح وبإمكانك إرفاق هذا الرقم بمراسلاتك الداخلية وحتى الخارجية الترميز البريدي مشروع وطني يرسخ الهوية الفلسطينية ويساهم في إثبات الحق الشرعي فوق الأرض